السلام عليكم عزيزيات والله نحن توقفنا بالفصل السادس اللي هو الحركة الدائرية بالشرح اللي كنت اشرح للكو اياه توقفنا عند Non Uniform Circular Motion اللي هي الحركة الدائرية غير المنتظمة اللي بتكون فيها السرعة المماسية متغيرة بالمقدار والاتجاه نحن لحد الان لحد ما وصلنا وصلنا لعند Non Uniform Circular Motion كنا ندرس الحركة الدائرية المنتظمة اللي بتكون فيها السرعة المماسية ثابتة بالمقدار ولكن تتغير بالاتجاه وتغير الاتجاه هو اللي شكل لنا التسارع المركزي ابسط مثال اخذنا عليها لما كان في عندنا مثلا جسم كرة او حجر بدور في مسار دائري مثلا الحجر مرتبط بخيط بالمركز وحكينا انه هاي دائرة اللي بدور فيها الحجر او الكرة هاي في مسار دائري بتأثر على الكرة او الكتلة هاي عند اي نقطة بيأثر عليها الوزن من الاسفل ولكن هذا الوزن او قوت الوزن ما بتساهم باي مركبة باتجاه المركز طيب حكينا انه اللي بيخلي هاي الكرة الدور في المسار الدائري هو وجود قوة مركزية بتأثر نحو المركز والقوة المركزية هاي اوجدنا انها هي عبارة عن الشد ولما طبقنا قانون نيوتن الثاني على هاي الحركة حكينا انه منحصة القوة المؤثرة مركزية بتساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارعه المركزي حكينا انه القوة المركزية اللي بتأثر على هاي الكرة شوفي عنا بيأثر نحو المركز بتجاه المركز او عكس اتجاه المركز فقط الشد الوزن ام جي لانه متعامد اتجاه المركز فمفيه إلى اي مركبة تأثر باتجاه المركز ولا اي مركبة حتى مماسية بتأثر الام جي فبالتالي كل القوة المؤثرة نحو المركزي هي تشد تي فبكون كل القوة المركزية هي عبارة عن الشد تي واللي بتساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في تسارعه المركزي التسارع المركزي حكينا انه شو بساوي بساوي V تربيع على R على اعتبار انه V هي السرعة المماسية اذا افترضنا انه هذا اتجاه دوران الكرة زي هيك فعند اي نقطة بكون في متجه سرعة مماسية V لهاي الكرة او لهذا الحجر مقدار هاي السرعة المماسية V وثابت ثابت خلال الدوران ثابت بالمقدار لكن تغيرها بالاتجاه عند كل نقطة يعني لما اصير الكرة موجودة هون مثلا بكون هذا اتجاه V لما بصير موجودة هون هيك اتجاه V تغير الاتجاه لV هو اللي بيعطينا التسارع المركزي اللي بكون دائما باتجاه وين باتجاه المركز يعني لو كانت الكرة موجودة هون اثناء الدوران بكون تسارعها المركزي هيسي باتجاه المركز لو كانت موجودة هون بكون تسارع المركزي باتجاه المركز زي هيك كيف نشعلنا التسارع المركزي نشأ من تغير متجه السرعة تغيرها بالاتجاه ولكن المقدار ثابت احنا ثبتنا فبالتالي كان التسارع المركزي يساوي V تربيع على R R هي عبارة عن نصف قطر الدائرة اللي بتدور فيها الكرة هذا كان مثال على الونيفورم سيركولر موشن اللي هي الحركة الدائرية المنتظمة اللي بتكون V فيها السرعة المماسية بالمقدار ثابت ولكن اتجاهها متغير وتغير اتجاهه اللي انشألنا التسارع المركزي طيب وخذنا امثل تطبيقات على الونيفورم سيركولر موشن اكثر من تطبيق وصلنا لعند الانونيفورم سيركولر موشن الحركة الدائرية الغير منتظمة الحركة الدائرية الغير منتظمة نأخذ مثال عليها منطقيا لو خلينا هاي الكرة والحجر اللي بدور في دائرة وفقية بدور بشكل عامودي يعني كانت عنا هاي الكرة والحجر اثناء دورانها عاموديا في لحظة ما كانت مثلا موجودة عنا النقطة هون طيب شو بيأثر عليها هون ليش أخذنا النقطة هاي مش بالأعلى أو بالأسفل أو على الجنب عشان نخذها بشكل عشوائي بأي نقطة ما شو بيأثر على هاي الكرة هون بيأثر الوزن مجيه طيب شو بيأثر عليها كمان كونها مرتبطة بالمركز هون هي بالدور مرتبطة بخيط أو بحبل فبأثر عليها الشد في الخيط أو الحبل الامجي هاي هل بتتحلل لمركبتين نعم بتتحلل لمركبتين ليش بالحالة هاي بتتحلل لمركبتين وبالحالة هاي ما بتتحلل لأنه هون مش متعامدة مع مين مع اتجاه المركز مش متعامدة مع القوة المركزية لكن هون كانت الامجي متعامدة مع القوة المركزية بالتالي هون الامجي كونها مش متعامدة مع اتجاه المركز واتجاه الزاوية بينها وبين تي بتغير في كل لحظة هاي الزاوية بتتغير حسب مكان الكرة وين بصير الامجي رح تتحلل عندنا لمركبتين مركبة مماسية اللي هي امجي على اعتبار انه اذا اخذنا العامودي اخذنا الزاوية هاي يعني كانت الكرة في لحظة ما عند الزاوية هاي ثيتا فبتكون هاي الزاوية نفسها ثيتا بالتبادل لانه الامجي هون موازي للعامودي فبتكون هاي المركب المماسي هي عبارة عن امجي صاين ثيتا عفوا مش هاي ثيتا هي بتكون لاننا نعمل امتداد نحور الممتد من المركز هاي ثيتا بتكون هون لانه هاي مع هاي بالتبادل انا اخطط انها هاي هاي الزاوية ثيتا هي الزاوية مع هاي ثيتا بالتبادل فبتكون هاي المركبة امجي صاين ثيتا وبالتالي الامجي كمان بتتحلل المركبة هون هي عبارة عن ايش عن ام جي كوساين ثيتا بالتالي شو صار في عندي صار في عندي الامجي مركبتين امجي صاين ثيتا مماسية وعندي الامجي كوساين ثيتا لما الكرة هاي بتغير مكانها يعني لما كمان شوية الكرة بتصير هون شو بصير في الزاوية هاي بتتغير بتقل بعدها لما تصير هون بصير تزيد تزيد الزاوية تكمل 360 درجة او 2 باي فبعناته الامجي صاين ثيتا هاي بتعتمد على مين على الزاوية ثيتا فعند كل زاوية ثيتا بتتغير الامجي صاين ثيتا بالكامل وكمان رح تتغير الامجي كوساين ثيتا لكن ليش انا مهتم بالامجي صاين ثيتا هسا بحكي لكم لو طبقنا مماسيا قبل ما نطبق مركزيا مماسيا شو في عندي قوة مماسية بتأثر على الكتلة وهي بالدور او على حجر هذو بدور في الدائرة هاي صمي عشان تطبيق قانون نيوتون الثاني القوة المماسية تي يعني تانجنشل تانجنشل يعني مماسي يساوي شو في عننا قوة مماسية عننا مجي صاين ثيتا طيب هاي شو بتساوي بتساوي كتلة الجسم في تسارع اي تسارع التسارع المماسي مش احنا حكينا ان الكرة وهي بالدور لها سرعة مماسية السرعة المماسية هاي تغيرها في الاتجاه تغيرها في الاتجاه انشأ لي التسارع المركزي اللي هو باتجاه المركز A C ولكن اذا تغيرت بالمقدار كمان بنشأ عندي تسارع مماسي بسميه A tangential طيب هاي السرعة المماسية هل بتتغير بالمقدار اذا طلع فيه A T A tangential المقدار يعني ما بساوي 0 فهي بتتغير خلينا نشوف الام جي ساين ثيتا اللي هي القوة المماسية بتساوي كتلة الجسم في تسارع المماسي الام مع الام بتروح فبطلع عندي A tangential التسارع المماسي شو يساوي يساوي جي في ساين ثيتا هل ممكن انه تكون عندي التسارع المماسي بساوي 0 على كامل دوران الكتلة في الدائرة هاي لا لانه G مقدار معروف 98 والساين ثيتا جيب الزاوية ثيتا مش دائما بساوي 0 ما بساوي 0 غير عند البي وال 0 عندهم بس بساوي 0 لكن في اثناء الدوران بالكامل الساين ثيتا الهقيم فبالتالي التسارع المماسي لا يساوي 0 على كامل الحركة متغير باعتمد على مين على الزاوية ثيتا مدام التسارع عندي اله مقدار وما انه كمان متغير لكن وجود اله مقدار هو نفسه بحد ذاته معناه السرعة المماسية اللي بتدور فيها هاي الكرة غير ثابتة يعني هذا المثال بكون تطبيق على non-uniform circular motion الحركة الدائرية غير المنتظمة طيب شو استفدنا من التحليل هذا انه عندي تعرفت على التسارع المماسي شو بساوي g في ساين ثيتا طيب لو بدي ادرس القوة المركزية عشان ادرسها من ناحية قوة مركزية بالحالة هاي اشوف شو هي شكل القوة المركزية عندي بطبق قانون نوتن الثاني وبحكي summation fc بساوي m في ac شو القوة المركزية عندي اللي بتأثر عندي قوتين مركزيات عندي t باتجاه المركز وعندي mg cos θ بعكس اتجاه المركز فبالتالي راح يكون عندي اللي باتجاه المركز اللي هو t ناقص العكس اتجاه المركز اللي هو mg cos θ بساوي كتلة الجسم كتلة الكرة في التسارع المركزي وإحنا عرفنا انه التسارع المركزي دائما شو يساوي مربع السرعة المماسية على r على نصف القطر r مقدار السرعة المماسية اللي هي v طيب بالتالي الشد t اللي هو القوة المركزية عندي هو الشد قوة المركزية يساوي m في v تربيع على r زائد g في cos θ هاي العلاقة شو بتعطيني بتعطيني مقدار الشد اللي موجود في الخيط عند اي نقطة على الدائرة من خلال معرفتي بايش معرفتي ب r و v والزاوية θ لانه g ثابت والكتلة ثابت r كمان ثابت نصف القطر نصف قطر الدائرة اللي بدور فيها الحجر او الكرة في الدائرة ثابت الزاوية متغيرة السرعة المماسية هاي متغيرة ولا ثابتة كم مقدار هاي متغيرة ليش متغيرة لانه في عندي تسارع مماسي بالتالي الشد هاض مش ثابت على كامل الدائرة زي ما كان الشد هون ثابت على كامل الدائرة الافقية لاحظو هون بالدائرة الافقية الشد شو كان يساوي m v ثابت r ثابت و v ثابت كمان ليش لاني انا خليت الحجر يدور بسرعة مماسية ثابتة سهل اني خليت يدور بسرعة مماسية ثابتة لكن عاموديا هون صعب اني اثبت انا سرعة الجسم ليش لانه في عندي mg sin ثيتا قاعدة بتنضاف للسرعة المماسية وبتتغير اما زيادة او نقصان حسب مقدار الزاوية ثيتا فبتالي لاحظو هون سيغة الشد ثابتة لكن هون الشد في الدائرة العامودية الشد بكون متغير مناتو انا ما بقدر احكي انه هذا الشد هو ثابت لكامل الدائرة لكن ممكن اوجده عند نقاط معينة فمثلا لو بدي اوجد الشد هاو بالأعلى هون لما تكون الكرة موجودة بالأعلى هون الشد وين بكون اتجاهه للأسفل نحو المركز طيب الشد بالأعلى نسميه T top بالقمة هذا شو يساوي بالأعلى هون كم بتكون الزاوية theta الزاوية theta بالأعلى هاي الزاوية theta كم لما بكون الحجر موجود هون كم بتكون الزاوية theta بتكون pi وهي 180 درجة منعوض فيها هون في cosine theta اللي هي سالب واحد فT الشد بالأعلى بكون يساوي عندي m في مربع السرعة المماسية وين هاي وين لازم نوجدها بالتوب بالأعلى هون كم مقدارها هون بكون على نصف القطر اللي هو هون ناقص G ليش ناقص G لانو حكينا cosine theta شو بساوي 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 ناقص واحد طيب لو بدنا مقدار الشد كم بكون لما بتكون الكرة بالأسفل هون وين بكون اتجاه الشد نحو المركز زي هاي بنسميها تأتي button اللي هي بالقاع يعني لما تكون كرة هون واللي هي بتساوي حسب هاي العلاقة اللي موجودة عندي M في V تربيع ولكن هاي A-V اللي هي عند البتون عند القاع على نصف القطر R عند القاع هون كم بتكون الزاوية theta لأنو الزاوية theta فحنا أخذناها بتبدأ من هون من العامولي يعني هيك بتزيد هون كم بتكون لما كان هون جسم تكون theta zero cosine zero واحد فبتكون زائد G ما نعطوا أنا عندي علاقتين علاقة للشد في الأعلى علاقة للشد في الأسفل هاي على سبيل المثال ووجد من خلالهم كم مقدار الشد بالخيط من خلال معرفتي بإيه شيء يعني شو لازم يكون موضة معي أو موج وموجده أصلا اللي هي السرعة المماسية بالأعلى والسرعة المماسية مثلا بالأسفل هل هم مثابتات خلال الدوران بالكامل لا السرعة المماسية بتتغير والدليل على تغير السرعة المماسية بالمقدار هو وجود التسارع المماسية A tangential هذا آخر تطبيق بالنياب الفصل السادس والذي هو التطبيق الوحيد الموجود عندكم بالكتاب على الحركة الدائرية عن Uniform Circular الموجود اللي هي الحركة الدائرية الغير منتظمة اللي بتكون فيها السرعة المماسية متغيرة بالمقدار وليس فقط في الاتجاه هذا كل المطلوب منكم بالفصل السادس الآن ننتقل للفصل السابع الفصل السابع بتحدث عن Work and Energy اللي هو الشغل والطاقة وعلاقتهم في بعض لأن الشغل مرتبط أصلا بالطاقة طيب شو مفهوم الشغل وكيف الشغل مرتبط بالطاقة خلينا نأخذ أبسط مثال أنتو تعرفون عندي مثلا هون سطح الأرض عندي هون خلينا نفترض أنه عندي طاولة مثلا عندي جسم كرة حجر موجود على سطح الأرض هون بدي أرفع هذا الحجر لسطح الطاولة عشان أرفع لسطح الطاولة شو لازم أعلى نفترض أنه قريب من سطح الطاولة هذا الحجر طيب إذا بدي أرفع للأعلى أنا لازم أأثر عليه بقوة مزبوط طيب القوة هذه اللي بدي أثر عليه فيها حتى أرفع للأعلى شو لازم تكون مساوية لأيش لازم تكون مساوية على الأقل على موجودة على سطح الأرض بدي أثر عليها بقوة للأعلى اللي هي مثلا F F على الأقل لازم تساوي مين M G أو أكبر من M G يعني أكبر أو أقل F لازم تكون أكبر أو تساوي M G حتى أقدر أرفع هذه الكرة أو الكتلة للأعلى وأحط ها على سطح الطاولة هنا طيب لما بدي أمسك الكرة هاي وأرفع ها الأعلى وأثر عليها بالقوة F مش أنا بلزمني مسافة معينة حتى أخليها موجودة هون يعني لو أثرت على هاي الكرة وصلت لهون أنا صح أثرت عليها ب F ولكن لو وصلت فقط لهون لكن إذا بدي إياها لا توصل لسطح الطاولة لازم أظل مأثر عليها بهاي القوة F حتى توصل لسطح الطاولة بالتالي صار فيه ارتباط بين إيش وإيش بين F هاي مقدار القوة اللي بأثر عليها على الكرة حتى أوصل ها للمكان اللي أنا بدي يا على افتراض إنه هاي النقطة A اللي هي سطح الأرض وهاي النقطة B إذا بدي أوصل من A لب لازم أثر ب F من A ل B يعني بدي أثر ب F من A ل B بالتالي صار فيه ارتباط عندي بمين كمان بالإزاح هاي إزاحة ما هي delta Y إذا أخذنا محور الصادات على تبار أن الجسم أنا حركته عاموديا فرح يكون في عندي قوة F وفي عندي إيش كمان delta Y معناته أنا لما بدي أنسأل أنت لما رفعت هاي الكتلة وحطيتها على الطاولة ما رح أنسأل كم القوة اللي أثرت فيها على الكتلة حتى رفتها رح أنسأل كم الشغل اللي بذلته كم الجهد اللي أنت بذلته حتى وصلت هاي الكرة من سطح الأرض للأعلى ما رح أحكي أنه فرضا أنه F تساوي مثلا 20 على سبيل مثال على اعتبار أنه الوزن Mg اللي موجود عندي مثلا بساوي 19 فأنا لازم أثر مثلا 20 نيوتن اللي هو يعني إما 19 أو أكبر منها لازم أثر 20 نيوتن حتى أرفع الكرة للأعلى ما رح أحكي أنه أنا أثرت 20 نيوتن لأن 20 نيوتن ممكن أثر فيها لثاني وحدة لازاحة دلتواي حتى أخلي الحجر موجود أو الكرة موجودة على سطح الطولة فبالتالي هذا اللي سأسميه أنا الwork الشغل اللي هو ارتباط القوة مع الإزاحة مش بس القوة ومش بس الإزاحة بالتالي من هون إجا تعريف أصلا الشغل المبذول ما هو يبذل على الجسم أو يبذل من الجسم بغض النظر لأنه ممكن الجسم يمكن امتلك طاقة وبالتالي هو يعطيني شغل الشغل هذا يرتبط بين القوة وبين الإزاحة فبالتالي عرف الشغل الwork ال هو يساوي القوة مضروبة في الإزاحة نحن نأخذ الإزاحة بثري ديمانشن بالعادة بعدين نخصص الوان ديمانشن الإزاحة بثري ديمانشن نحن ما عرفناها التي هي ديمانشن ما عرفناها الفرق بين الموضعين الإزاحة ديمانشن ديمانشن عبارة عن R2 ناقص R1 سميناها ديمانشن ديمانشن شو R2 R1 مثلا R Initial حكينا عنه الموضع الابتدائي Initial Position R Final الموضع النهائي وبالتالي كان ديمانشن 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 الازاحة عبارة عن R Final الموضع النهائي ناقص R Initial اللي هي الموضع الابتدائي هون وين R Final اللي هي بي لكن عم حور Y شو بكون تسميتها هون Y Final هون شو بكون تسميتها على مستوى سطح R Y Initial فبالتالي إذا بدنا نحكي عن المحور العامودي هون بتكون عندي Delta R هي عبارة عن Delta Y لأنه أنا الجسم فقط اتحرك عاموديا فبتكون Delta Y هي عبارة عن Y Final لأنه حكينا عن محور واحد كتطبيق هون ولكن هي بشكل العام بتكون Delta R طيب الشغل هل هو كمية قياسية ولا كمية متجاه يعني هل بلزمني معرفة الاتجاه أنا يعني لو بدي أحكي أنا بذلت شغل مقداره 20 جول هل بهمني 20 جول من الأعلى لأسفل أو من الأسفل لأعلى أو من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين لا الشغل غير مرتبط بالاتجاه يعني الشغل اللي بنجز أنا ما بهمني فيه الاتجاه فبالتالي الشغل لازم يكون كمية قياسية طب أنا هذول الكميتين اللي عندي متجهات القوة كمية متجهة والإزاحة كمية متجهة فشو لازم يكون حاصل ضربهم عشان يعطيني كشغل كمية قياسية لازم يكون حاصل ضربهم أو الضرب بينهم يكون ضرب نقاطي لأن كرس برودكت الضرب التجاه يعطيني كمية متجهة والضرب النقاط يعطيني كمية قياسية فعلاقة الشغل راح تكون F القوة المؤثر على الجسم dot delta R هون ما في متجه لأن الشغل هذ كمية قياسية الوحدة شو راح تكون الوحدات راح الطاقة وهي وحدة الشغل يعني الجول هاي وحدة الطاقة ووحدة شغل ليش الشغل هو نفسه طاقة طلعوا ليش الحجر اللي كان موجود هون أو الكرة اللي هون بدي أرفاحها حكينا لصد حطها ولشو عملت اثرت بقوة F وخليت هاي القوة مؤثرة كامل الازاحة هاي دلتا Y من هون لهم حتى وصلت للنقطة B فالأث أثرت إزاحة كاملة دلتا وحد ما وصلت لهون هذا الشغل وصلت للشغل هون صار عندي الكتلة هاي الموجودة على سطح الطاولة هون تمتلك طاقة شو طاقة اللي بتمتلك طاقة وضع شو طاقة وضع اللي هي بتساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية الأرضية في الارتفاع عن سطح الأرض صار اسمه دلتا Y اللي هي Y Final ناقص Y Initial على اعتبار أن ال Y Initial مثلا ممكن أخذها 0 أو أكون محددها قيمة معينة فMG في دلتا Y هاي قيمة طاقة الوضع اللي امتلك الجسم هون بالتالي أنا الشغل اللي بذلته حتى رفعت الجسم من هون لهون اختزن في الجسم على شكل طاقة فعشان هيك ليش حكينا أنه الجول هي وحدة شغل أو طاقة لأن الشغل أصلا يتحول أو بتحول لطاقة زي المثال هذا اللي عندي هون الشغل اللي بذلته أنا على الجسم حتى وصلته لهون اختزم في الجسم على شكل طاقة وضع لو شلت الطاولة أنا زحتها من هون هيك شو رح يصير بالجسم رح يتحرك نحو الأسفل ليش رح يتحرك لأنه يمتلك طاقة وضع رح يصير يغير طاقة الوضع هيحول ها لا شكل طاقة حركة حتى يصل سطح الأرض فهذه العلاقة التبادلية بين الشغل والطاقة والتطبيق عليها أو المثال عليها هون طاقة الوضع لكن ممكن تكون طاقة حركة ممكن تكون شغل معين نرجع للعلاقة الأساسية اللي بتهمنا هاي إن الشغل بساوي حاصل ضرب القوة في الإزاحة بثري دامنشن نحن غالبا نضع طبيقات بوين دامنشن نفترض إن الجسم إما بتحرك أفقيا أو بتحرك عموديا فبالتالي منغير هاي العلاقة إذا بدنا نحكي عنها أفقيا فبكون الشغل بساوي القوة المؤثرة على الجسم ضد الدلتا آر هاي إحنا بنعرف إنه الدلتا آر أخذناها قبل هيك دلتا آر هي عبارة عن دلتا X آي هات زاد دلتا Y J هات زاد دلتا Z K هات حسب الحالة اللي بتحرك فيها الجسم إذا الجسم بتحرك بثري دامنش بنوخذ الدلتا آر إذا بتحرك بمستوى X و Y بنوخذ دلتا X مع الدلتا Y ومنشيل الدلتا Z إذا بتحرك بمحور واحد حسب هل كان بتحرك أفقيا من نوخ دلتا X إذا بتحرك عمودية من نوخ دلتا Y نفترض أن الحالات اللي بدنا ندرسها والتطبيقات ندرسها من الآن فصاعدا بالجزء الأول من الفصل السابع أنه بتحرك الجسم وفقيا يعني كأنه بكون عندي سطح عرض زي وعندي جسسهم بتحرك بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه فمن رح يكون المتغيرة عندي هون كإزاحة اللي هي عبارة عن الدلتا X فبصير F دوت دلتا X طيب عندي F دوت دلتا X إحنا بنعرف إنه من تعريف الدوت برودكت بين متجهين إذا عندي متجهين A دوت B بالشكل العام بالمتجهة لما درسنا A دوت B هو عبارة عن مقدار A في مقدار B في كوسين الزاوية المحصورة بين A و B طيب نطبق هذا الكلام على العلاقة هاي اللي عندي اللي هي الشغل F دوت دلتا X فبصير عندي الشغل يساوي مقدار القوة المؤثر على الجسم في مقدار الإزاحة اللي بعملها الجسم في كوسين الزاوية ث المحصورة بين القوة وبين اتجاه الإزاحة طيب هاي العلاقة اللي وصلنا لها انه الشغل يساوي مقدار القوة في مقدار الإزاحة اللي بعملها الجسم أفقيا في كوسين الزاوية ث الزاوية ث هي الزاوية المحصورة بين القوة F وبين الإزاحة اللي بعملها الجسم ناخذ عليهم مثالين سريعات هيك تطبيق عشان تفهم نفترض انه في عندي أنا سطح أفقي أملس أملس ليش لانه ما بدنا ندخل بأمور الاحتكاك حاليا بعدين بنحكي عنها بنهاية الفصل أو بالفصل القادم عندي جسم صندوق موجود على السطح هذا اللي هون كتل تو أم أثرت عليه أنا بقوة أفقية زي هاي F هاي فرضا بتساوي 10 نيوتن مقدارها الكتلة أم كتلة الجسم بتساوي 2 كيلو جرام طيب أحركت الجسم أنا يعني أثرت عليه بالقوة هاي 10 نيوتن كأني رابط أنا مثلا بحبل صندوق موجود على سطح الأرض رابط بحبل وظليت أسحب فيه أسحب لحد ما وصل الجسم لهون بالتالي لما بحكي أنا إني أثرت عليه لحد ما وصل لهون معناته شو عمل عمل إزاحة من هون لهون هاي الإزاحة هاي اتجاه 3 X على محور أفقي فرضا كان هون 0 وصل هون لعند 5 متر نفترض فوصل الجسم أو قطع الجسم إزاحة مقدارها 5 متر على سبيل مثال هذ كم مثال طيب مطلوب مني أو وانسألت كم مقدار الشغل اللي انت بذلته حتى حركت هذا الصندوق أو هذا الجسم مسافة 5 متر وانت مؤثر عليه بقوة مقدارها 10 نيوتن على الطول بطبق هاي العلاقة بحكي الشغل بساوي القوة كم 10 في الإزاحة اللي عملتها كم 5 متر في كوساين الزاوية ثيتا ثيتا مين الزاوية المحصورة بين بين اتجاه الإزاحة والقوة لاحظوا القوة باتجاه اليمين تماما والإزاحة باتجاه اليمين تماما يعني على محور السينات والقوة على محور السينات الإزاحة والقوة على نفس المحور كم الزاوية بينهم 0 فبالتالي كوساين 0 شو بساوي 1 يعني نحن نحكي كوساين 0 وهال شو بساوي 1 فبالتالي بطلع الشغل شو بيساوي 50 جول طيب نفس المثال هاد ناخده بشكل اخر عندي السطح افقي زي هيك والجسم موجود لانه انتو فعليا لما يكون في عندكو جسم موجود على سطح ارض ملساء زي هيك وبتكون تسحبوه ما رح تسحبوه بشكل افقي انتو بتربطوه بكون في زاوية بتميل بالحبل عن الافق لانه انتو بتكونوا ارتفاعكو اعلى من الجسم على فرض انه الجسم صغير يعني مش كبير جدا فبالتالي بكون في زاوية بين اتجاه القوة المؤثرة هاي اللي هي نسميها مثلا 10 نيوتن وبين المحور الافقي فرضا كانت الزاوية 30 درجة عسبي المثال ونفس الشي حركتو الجسم وصل لمكان هون وكانت الازاحة اللي انتو حركتو فيها دلتا اكس بتساوي 5 متر نفس الجسم نفس كتتو اللي هي 2 2 كيلو جرام نشوف الشغل هون الشغل بساوي مقدار القوة كم مقدار القوة 10 كم مقدار الازاحة اللي عملها الجسم 5 متر في كوساين الزاوية ثيتا الزاوية ثيتا هون كم اللي هي بين القوة وبين الازاحة لحظوا الازاحة نحو اليمين والقوة بتميل عن المحور الصينات بزاوية 30 فكوساين رح يكون عندي كوساين الثلاثين طيب هاي المقدار رح يكون عندي بساوي بساوي 10 في خمسة خمسين مضروبة في كم كوساين الثلاثين اللي هو تقريبا ثمانية سبعة وثمانين بالمئة يعني هذا المقدار تقريبا ما رح يساوي خمسين رح يساوي كم رح يساوي يعني نحكي تقريبا 40 44 جول لاحظوا ليش الشغل هون كان مقداره أقل باتجاه الازاحة لأنه كان في عنده زاوية بتميل عن مين عن محور الأفق مش كل القوة هاي ساهمت بالازاحة هون كل القوة ساهمت عفوا كل القوة ساهمت بالشغل لكن هون مش كل العشرة نيوتن ساهمت بالشغل مركبة الاف اللي باتجاه المحور الأفقي اللي هي اف كوساين ثلاثين هي اللي ساهمت في الشغل فبالتالي صار عندي مقدار الشغل المبدول 44 جول هذا الفرق بالنسبة للزاوية بين الحالتين طيب لو سألت مثلا انه سؤال انه كانت القوة المؤثرة على فرضا انه كان عندي الجسم موجود هون الآن والجسم وصل لهون بشكل ما يعني الجسم اتحرك لهون بقوة اخرى غير القوة اللي بأثر أنا فيها كانت القوة اللي بتأثر أنا اللي بأثر فيها على الجسم للأعلى مثلا أنا بأثر عليه بعشرة نيوتن ولكن العشرة نيوتن غير كافيات انها ترفع الجسم عن سطح الأرض ليش لانه اصلا الام جي كم عندي اثنين وجي عشرة هي عن عشرين نيوتن فهو الجسم ما رح يرتفع عن سطح ولكن الجسم تحرك مسافة خمسة متر فعليا ووصل لحد المكان اللي هو مش بفعل هاي القوة بفعل قوة اخرى ما بعرف شو وانا مطلوب مني انه انا كنت انا اللي ماسك الجسم بالعشرة نيوتن وهو بتحرك بليت ماسك وهو بتحرك لحد ما وصل هون كم مقدار الشغل اللي بذلته هاي القوة العشرة نيوتن حتى وصل الجسم لهون رح تكون عبارة عن الشغل بساوي مقدار القوة اللي هو عشرة في مقدار الازاحة اللي هي خمسة هاي دلتح اكس خمسة متر في كوساين الزاوية ثيتا هاي اتجاه الازاحة وهاي اتجاه القوة كم الزاوية بينهم تسعين فرح تكون كوساين البايع اثنين كم كوساين البايع اثنين زيرو فكم رح يطلع الشغل زيرو جول طب ما هو الجسم تحرك اه صح يتحرك الجسم زي هيك وخلال الجزء هذا اثرت عليه بالقوة هاي العشرة نيوتن فهل العشرة نيوتن هاي بذلة شغل بنقل الجسم من النقطة هاي للنقطة هاي لا ليش لانه هاي الشغل يساوي زيرو او انه كان الجسم موجود هون اجا حدا اخر سحبه سحبه بهذا الاتجاه بفعل قوة F2 مثلا وانا WF بتختلف عن WF2 WF كم مقدار الشغل اللي بذلته هاي القوة F بساوي زيرو ليش لانه الزاوية بين الاف وبين اتجاه الازاحة بساوي تسعين فبتكون تنتبهوا للموضوحة انه انا لما بوجد شغل انا الشغل ها بيعني قوة معينة يعني انا ما رح انسغل عن الشغل بشكل العام رح انسغل عن الشغل لقوة معينة كم مقدار الشغل اللي بذلته هاي القوة حتى حركت الجسم ازاحة كذا او كم مقدار الشغل اللي بذلته هاي القوة اثناء تحرك الجسم ازاحة كذا فبتكون تميزوا بين هاي الحالات طيب الالعلاقة الاساسية اللي وصلنا لها ان الشغل بساوي القوة في الازاحة في كوصاين الزاوي ثان تمام طيب لو كان عندي انا حالة فيها قوتين بأثروا على الجسم عسبي للمثال عندي انا سطح افقي زي هيك موجود جسم هو كتلت وموجود عندي قوتين بأثروا عليه قوة بهذا الاتجاه تمام وعندي قوة بهذا الاتجاه واردة انه جسم انا ابدأ حركه ما قدر الشخص يحركه يجو اثني ربطو بحبلين واحد سحب افقي واحد سحب بهذا الاتجاه على سبيل المثال طيب هاي اه او ناخذ مثال يكون في قليلا نشوف هذا المثال بعدين نشوف مثال ثاني عندي هاي اف اون هاي اف 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 تمام الزاوية بين اف 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 بتساوي اثنين كيلو جرام اف اف بتساوي عشرة نيوتن اف 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 بتساوي عشرين نيوتن على سبيل المثال تحرك الجسم ووصل لعند النقطة هاي وصل بسبب اف 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 او كان متحرك اصلا ما بهمني المهم بهمني انا انه الازاحة هاي اللي عملها الجسم كان مقدارها مثلا دد اكس بتساوي اربعة متر وخلال اربعة متر كان مؤثر عليه اف واف طيب ممكن ينطلب مني شغل القوة اف يعني دابليو اف اف شو بتساوي بتساوي مقدار اف اف حسب العلاقة هاي اللي هي عشرة في الازاحة اللي هي اربعة في كوساين الستين اربعين كوساين الستين بساوي نص واللي بتساوي ممكن انسأل كم شغل القوة الثانية كم يعني الشغل اللي بذله الشخص الثاني اللي اثر على الجسم باشي نيوتن اثناء حركة الجسم ازاحة اربعة متر بنحكي واف تساوي عشرين في الازاحة اربعة كم الزاوية اللي بتميل فيها اف عن الازاحة هلاحظوا انه اف من اتجاه الازاحة يعني الزاوية كان زيرو اللي كوصاين كان بساوي واحد ف عشرين في اربعة اللي بساوي ثمانين جول فاناتو الشخص الثاني ساهم بشغل كبير بالنسبة للشخص الاول لا سببين اول اش انه هو باتجاه الازاحة تماما والسبب الثاني انه القوت اللي اثر فيها اكبر طيب ممكن ايش انسأل انسأل كم الشغل الكلي اللي بذل على الجسم اثناء حركته الخاء الاربعة متر لما انسأل عن الشغل الكلي بكون عاست نسأل عن صميش و حصلت الشغل الكلي و مجموعة الشغل الكلي والله هو عبارة عن WF1 زاد WF2 والله هو بساوي عشرين وثمانين هو بساوي ميت جول المثال اللي كنت بتحكيلكو عنه الثاني اللي هو مثلا لو كان عندي انا ممانعة على حركة الجسم يعني الجسم عندي موجود هون وفرض انوصل الجسم لهون قطع الازاحة هاي مثلا دلتا اكس بتساوي ثلاث متر بس كانوا في قطية مؤثرات عليها مثلا باتجاه متع عاكس هاي F1 هاي اتجاه هون عشرين نيوتن وفي قوة معاكسة كانت تتأثر F2 متساوي عشر نيوتن وكتلته هاي اثنين كيلوغرام نفس الكثة طيب هو انتقل من هون لهون لكن هو بنتقل من هون لهون في قوة كانت تتمانع اتجاه حركته اللي هي F2 اللي هي العشر نيوتن طيب لو انسألت انا عن الشغل الكلي اللي بذل على الجسم حتى انتقل من النقطة A للنقطة كيف بحكي بحكي انه محصلة الشغل الكلي يساوي اما بحكي هو عبارة عن W F1 زاد W F2 او ممكن احكي انه يساوي محصلة القوة المؤثرة على الجسم محصلة القوة المؤثرة على الجسم في مضروبة في مين في لزاحة الجسم في كوسين الزاوية ثيتا نشوف العلاقة الاولى هنا شو القوة اللي اثرت على الجسم F1 20 في مقدار الازاحة كم مقدار الازاحة 3 متر في كوسين الزاوية ثيتا كم كوسين 0 هاي 1 لانه F1 باتجاه ازاحة الجسم اتجاه دلتا X هاي كم تعطيني اللي هي هاي نسميها WF1 اللي هي كم تعطيني 20 في 3 اللي هي 60 جول طيب WF2 هاي القوة كم الشغل البذلته على الجسم هو بتحرك من النقطة A ل النقطة B بتساوي كم مقدار ها 10 نيوتن كم مقدار الازاحة اللي انتقل من A ل B 3 متر يعني هي 10 نيوتن هاي F2 ما حركت الجسم بهذا الاتجاه المعاكس هي اثرت على الجسم اثناء حركته من A B فبالتالي هي بذلة شغل ولكن لاحظوا هس رح تشوفوا شو شغلها رح يكون 10 في 3 في cos الزاوية theta الزاوية theta بين مين ومين بين اتجاه الازاحة وين اتجاه الازاحة هاي اتجاه الازاحة نحو اليمين وين القوة f2 هاي ها نحو اليسار كم الزاوية بين اتجاه الازاحة واتجاه القوة هاي اتجاه القوة هاي الزاوية 180 يعني cos by وcos by كم سالب 1 فبالتالي رح يكون 3 في 10 30 في سالب 1 هو ناقص 30 جون انتبهوا هون هون عندي موجب شغل موجب هون الشغل ايش كان سالب فمعناته الشغل الموجب هو الشغل اللي دعم الحركة باتجاه الازاحة والشغل السالب اللي هنا 30 جون هو الشغل اللي مانع الحركة باتجاه الازاحة يعني كأنه عمل لي يعاقة يعني كأني بقدر اشبه كأنه قوة الاحتكاك مثلا زي قوة الاحتكاك لكن انا ما ابدأ احتكاك لانه راح نرجع نحك على الاحتكاك بعدين بموضوع مستقل فبتالي في عندي شغلين الثروع او شغلين انبذلوا على الجسم شغل WF1 60 وF2 ناقص 30 فالشغل الكلي اللي انبذل على الجسم عند انتقاله من الى هو عبارة عن 60 زائد سالب 30 ايها اللي هي شغل القوة ثانية واللي هو بساوي 30 جول تمام يعني الشغل اللي انبذل من A لب فيه جزء منه شغل موجب ساهم بنقل الجسم من A لب وفيه شغل سالب ما ساهم على العكس مانع في نقل الجسم من A لب ولكن لانه الشغل اللي من A لب اللي بتجاه ازاها الجسم كان اكبر من الشغل الثاني شاء هيك الجسم منتقل من A لب من خلال البذل شغل موجب عليه محصل اللي هو بساوي 30 جول طيب احنا الان درسنا الشغل اللي يبذل على جسم بفعل قوة بعمل ازاحة delta x والزاوية المحصورة بين القوة والازاحة 3 شو كان الشرط اللي انا كنت اردده بالكلام انو الجسم تحرك في خط مستقيم مصبوط delta x انتقل من A إلى B بازاحة مستقيم طيب فرضا عندي جسم كان موجود عند نقطة هون مثلا هاي النقطة موجود عند A وهاي النقطة B بدي انقل الجسم من A إلى B لكن ما بدي انقله بخط مستقيم ما عندي مجال اني انقله بخط مستقيم في عندي مسار زي هيك مثلا هذا المسموح لاني انقل فيه الجسم بدي انقل جسم من A إلى B لكن مش بخط مستقيم ماشي عندي الازاحة من A إلى B الازاحة من A إلى B مش عارف هنا مش عارف الازاحة من A إلى B بدي الشغل اللي ببذل لنقل الجسم من A إلى B القوة اللي بتأثر على الجسم مش ثابتة من A إلى B متغيرة فرضا يعني الجسم وهو هون بتأثر بقوة بتختلف عنه هون عنه هون عنه هون إلى آخرين يعني القوة اللي بتأثر على الجسم قوة متغيرة اللي زاحة من A إلى B ماشي معروفة بالنسبة اللي ممكن أوجدها وهي الخط الواصل بين A و B ولكن القوة اللي بتأثر على الجسم مش ثابتة هاي القوة هون في شرط أساسي كان لهاي العلاقة ان القوة تكون F ثابتة ثابتة بالمقدار وبالاتجاه لكن اذا كانت القوة عندي متغيرة خلال حركة الجسم يعني على سبيل المثال في جسم بدنا ننقله بهذا المسار المتعرج وكان فيه مثلا هوا أو قوة أخرى بتهب زي هيك بتغير متغيرة في شدتها فبالتالي الجسم رح يأثر عليه قوة أخرى ففي قوة محصلة مؤثرة عليه بالتالي هون لما أنقله من إيه للنقطة هاي رح أثر عليه بقوة F1 ليش F1 مش F لأنه رح تختلف عن من هون لهون اللي هي F2 من هون لهون F3 هاي القوة متغيرة يعني نوقب حالي أنه هاي القوة اللي بتأثر على الجسم مش ثابتة متغيرة لأي سبب من الأسباب طيب شو بدي أعمل كيف بدي أوجد الشغل الكلي لنقل الجسم من إيه لبي طالما القوة اللي عندي مش ثابتة متغيرة فبالتالي ما بقدر أنا أشتغل على العلاقة هاي شو بدي أعمل بقسم المسار كامل لأجزاء صغيرة جدا هاي هاي نسميهم increments كل increments فيهم بهذول فيها قوة F وفيها إزاحة فرح يكون الشغل من إيه لبي هو عبارة عن الشغل واحد شو يعني الشغل واحد شغل القوة F بال increment هاي بال interval هاي بالإزاحة البسيطة هاي زاد الشغل الثنين الشغل اللي هون زاد الشغل ثلاث زاد إلى آخره لحد ما أوصل لعند النقطة به طبعا عملية أني أجمع أجمع الشغل زي هك وقسم increment عملية صعبة جدا طيب كيف أغير هلها لشكل آخر أني أعرف أتعامل معها نشوف كيف هاي increment فيهم الشغل W1 W2 W3 إلى آخره هو عنصر شغل من الشغل الكلي يعني بقدر أسميه DW يعني عندي هاي مش W1 بسميها DW1 DW2 DW3 اللي هي أجزاء الشغل الصغيرة من الشغل الكلي ف DW1 هي عبارة عن عبارة عن F1 . إذا اعتبرنا أنه هون طبعا ما بقدر أحكي ب One Dimension رح أحكي ممكن يكون ب Three damesh لأنه أنا مش ماشي بخط مستقيم لا عمح ورصينات ولا عمح ورصادات ف أحكي F1 . DR1 طيب DW2 هي عبارة عن F2 . DR2 اللي هم هذول الإزاحات ليش سميناها DR مش ΔR لأنها جزء من الدلتا R الدلتا R الكلية اللي هي من هون هون هاي الدلتا R من A ل B لكن لما حكي عن عنصر إزاحة من الإزاحة الكلية بحكي عنها DR اللي هي جزء منها طيب إلى آخر فبالتالي يكون الشغل الكلي W من A ل B الشغل الكلي هو عبارة عن محصلة مين مجموة DW هاي كلها DWI على الصفر نصف ميشن على يعني DW1 زائد DW2 زائد DW3 زائد إلى آخر طيب فعليا بقدر عمل هاي العملية أنا مثلا مميلة بي إني أجمع كل عناصر الشغل الصغيرة جدا المتناهية في الصغر هاي ما بقدر أعملها هاي العملية من ناحية جمع هاي العناصر فبنتقل لإيش كون القوة هي المتغيرة عندي منتقل من صيغة الصميشن لصيغة الانتجريشن للجمع بيصير الشغل من A إلى B كونه أنا العناصر الشغل هاي عندي صغيرة جدا نحن بنعرف إنه لما تكون العناصر صغيرة جدا في الصميشن بتحول الصميشن اللي هو الجمع لإنتجريشن لا تكامل بصير تكامل من النقطة A إلى النقطة B القوة هاي اللي هي اللي عندي المتغيرة اللي مش ثابت حكينا عنها F dot DR فحولت الصميشن الجمع لإنتجريشن فبالتالي صار عندي أنا علاقة عام شو هي العلاقة العام إنه الشغل يساوي شغل من A نسميها A B يعني من A لب بساوي إنتجريشن تكامل أنا بنتقل من مواضع من موضع A لموضع B لما بكون ما أخذها زي هيك مثلا على فرض إنها بثلاث محور من هون هون شو بكون عندي R A الموضع A هون شو بكون من origin R B بغض النظر كانت بثري دامنشن فبصير عندي الانتجريش التكامل من R يعني من الموضع الابتدائي للموضع النهاية بثري دامنشن القوة F بشكلها المتجه dot ليش dot حكي أنا عشان بطلع الشغل scalar quantity dot DR هاي الصيغة اللي أعمل هاي الصيغة العامة للشغل منها من هاي الصيغة من هاي الصيغة بتنبثق صيغة زي هاي اللي هي على البرتنكس يعني فرضا الجسم كان عندي القوة ثابتة إذا القوة ثابتة شو بصير فيها تطلع بره يعني إذا حكينا إنه F في حالة F F كانت constant يعني قوة ثابتة بالمقدار وبالاتجاه طبعا لما حكي عن الكمية المتجهة constant ما بعني بس مقدار خلص إذا حطيت المتجهة على رمز الكمية رمز الاتجاه على الكمية وحكيت عنها constant فبعني ثابتة بالمقدار وبالاتجاه إذا كانت F constant شو بصير فيها هاي بتطلع بظل التكامل على مين من الانيشيال position للفاينل position على DR طبعا نحن نعرف شو تكامل DR R لما بعوض RB ناقص RA شو بصفي معي ΔR فبصير العلاقة هاي W من A إلى B هي عبارة عن F دوت ΔR يعني إرجعنا لمين للعلاقة الأساسية بثري دايمنش هاي بأي حالة إذا كانت القوة ثابتة معنات وإحنا كل اللي درسنا لحد هون وقبل على هاي العلاقة كانت القوة إيش نترض إنها ثابتة ثابتة بالمقدار وبالاتجاه إذا كانت القوة متغيرة بنستخدم مين صيغة التكامل وصيغة التكامل أصلح للحالتين ليش لأن إذا كانت القوة ثابتة زي هيك تطلع القوة خارج التكامل بنرجع لمن للصيغة الأولى اللي الشغل بيساوي القوة دوت الإزاحة طيب إذا كان مش بس عندي كمان القوة ثابتة وكانت كمان بالإضافة لأن القوة ثابتة والحركة كانت كمان على محور الصينات الموجب يعني الموشن أت إكس ديريكشن أو محور إكس بالحالة بصير عندي الدلتا آر دلتا إكس فبصير الشغل من إي لبي بيساوي أف دوت دلتا إكس وهي الاف دلتا إكس أف دوت دلتا إكس هي عبارة عن مقدار أف في مقدار دلتا إكس في كوسين ثيتا إذا كانت الموشن عليش العلاقة هي نفس العلاقة موجودة عندنا هون إذا كان الشغل أو الحركة مش على الإكس أكس كانت الحركة الموشن أت Y أكس مثلا على محور الصادر شو بتتخير ما بصير بس إنه الشغل من A ل B بيساوي F دلتا Y كوسين ثيت فبالتالي من الصيغة الأعم هاي أعم صيغة ومن ها ومن بستخدم هاي الصيغة أو هاي الصيغة حسب إذا كانت القوة ثابتة بتكون خرج التكامل وكانت الحركة على محور X أو على محور Y بستخدم أي صيغة من هاي الصيغة بالتالي وصلنا لإستنتاج إنه العلاقة العامة للشغل هي عبارة عن التكامل خلينا ننخذها ب One Dimension للسهولة من X Initial X Final F المؤثر Fx طبعا ستكون لها مركبة لابتجاه X في H في Dx في Cosine الزاوية Theta بين X و Dx يعني Fx عفوا Fx هون .dx إذا أخذناها F بشكل حكيت عفوا هاي بتكون مش Fx هاي بتكون إذا حطيت .product بتكون F كاملة المتغيرة اللي هي عبارة عن تكامل من X Initial هاي متجه كمان ل X Final إذا كانت الحركة One Dimension على محور X بتكون F.Dx هي عبارة عن مقدار F في مقدار Dx في Cosine الزاوية Theta بين mean بين Dx و F Cosine Theta هاي لو ربطتها بال F هاي يعني كتبت العلاقة زي هي من X Initial ل X Final F Cosine Theta زي هي كتبتهم مع بعض يعني جبت الCosine لهون مضروف في Dx هاي F Cosine Theta شو بقدار أسميها هاي مركبت القوة باتجاه الX هاي مركبت القوة لأنه ممكن القوة تكون عندي مش باتجاه الX يعني سبيل مثال عندي جسم بتحرك زي هي اللي أخذنا احنا باتجاه محور الصينات زي هي اتجاه محور X حركته باتجاه محور الصينات كان هون مثلا X Final وكان الجسم بتأثر عليه قوة هاي باتجاه الحركة أو تصنع زاوية مع اتجاه الحركة خليها بزاوية مع اتجاه الحركة هاي F لكن بالإضافة لها هات كله هاي F لاحظوا ما بقدر أسميها F لأنها مش باتجاه الX هاي F بشكل عام لها مركبت مركبت ومركبت Y وممكن يكون حركة الجسم كمان هاي القوة ليست constant مش ثابتة متغيرة متغيرة بالمقدار ومثلا متغيرة بالاتجاه متغيرة بشكل عام طيب مش إلها مركبة هاي F باتجاه محور الصينات باتجاه محور X هاي مركبت هاي شو بسميها أنا بسميها F cos theta وإلها مركبة هون مثلا F sin theta المهم أنا بهتم F cos theta هاي هي شو بسميها المركب السيني F X اللي هي بتهمني بالشغل لأن المركب العامودي أو المركب الزيني ما بهموني بالشغل ما بيساهموا بالشغل لأنه مين بس بس بساهم بالشغل القوة اللي باتجاه الحركة باتجاه الإزاحة فبالتالي F cos theta هي عبارة عن مين عن F X فبالتالي بصير الصيغة عندي هاي للإنتيجريشن كامل هي عبارة عن تكامل من X initial ل X final F X dx لاحظوا راح dot product وراحت المتجهات ليش لأنني أنا dot product حللته ضرب النقطي وطلعت منه cos theta مع F وضميت cos theta لل F صارت هي عبارة عن F cos theta اللي سميت F X فصارت الصيغة هي F dx هاي العلاقة للحركة الأفقية على محور الصينات مثلا احنا نعتبره فهي الشغل مساوي من X initial ل X final F dx لا تنسوا أنه هاي الصيغة والصيغة اللي قبل كلهم مشتقين من من الصيغة العامة اللي هي الشغل من R initial ل R final F dot dr اللي هي 3 dimension هاي بطلع منها أكثر من صيغة إذا كانت القوة ثابتة وطلعناها برة وإذا كانت القوة ثابتة وطلعت برة بصير عندي الشغل بساوي F dot إيش بظل التكامل على dr dot delta r هذا الشغل قوة ثابتة ب 3 dimension إذا كانت على محور مثلا X تطلع هاي الصيغة الشغل بساوي وكانت القوة ثابتة كمان قوة ثابتة وعم محور X بصير F dot delta X واللي هي هاي الصيغة كمان إذا عرفت أنا الزاوية بينهم بصير الشغل بساوي F اللي كتبناها قبل شوي F في delta X في cosine theta يعني هاي تحليل لها فقط طيب إذا كانت القوة غير ثابتة عندي متغيرة كي فهاي الصيغة بتصير نصيغة ثانية اللي هي الشغل بساوي اللي هي هاي الصيغة اللي هي من X دي X الـ Fx هي عبارة عن مين حكينا عن F في cosine theta ولكن كونها F مضروبة في cosine theta اللي هي مركبة القوة بالاتجاه السيني سميتها سميتها المركبة السينية طيب هاي الصيغة اللي هي لقوة متغيرة اللي وصمنا لها بالنهاية اللي هي الشغل بساوي تكامل من X initial ل X final F X DX لو بنا نأخذ مثال عليها طلا نأخذ مثال عليها مثلا على سبيل مثال زي ايش عشان يكون بسيط بالنسبة الكو واضح مثال مهم جدا عندي جسم موجود على سطح أملس زي هك أفقي موجود قتلت م موجود عند النقطة هاي هون X بتساوي 0 ايش عملت اجي تأثرت عليه على هذا الجسم بقوة بتميل عن الأفق مثلا هو بهذا الاتجاه F بتميل عن الأفق بزاوية 3 هون راح يكون في عندي مركبتها اللي هي FX فرضا FX مركبة القوة F باتجاه محور السينات فرضا FX هاي كانت بتساوي 5 نيوتن وال5 نيوتن هاي ظل الثابتة والجسم بتحرك ظل الجسم يتحرك حتى وصل عند النقطة هاي اللي هي X بتساوي 4 متر يعني الإزاحة من هون لهون دلتا X بتساوي 4 متر من X بتساوي 0 لX بتساوي 4 متر القوة F X ظلت ثابتة مش متغيرة لما وصل الجسم هون صارت القوة هاي اللي هي بتأثر على الجسم اللي هي F X هاي صارت إيش مش متغيرة مش ثابتة عفوا مش 5 نيوتن صارت تتناقص صارت تتناقص من 5 نيوتن لحد ما وصل الجسم مثلا هون صار عند نقطة هون صار F X بتساوي 0 توقف الجسم كم الإزاحة اللي عندها اللي قطعها الجسم الإزاحة الإضافية حتى مثلا هون كانت 6 X بتساوي 6 متر فصار في عندي إزاحتين إزاحة دلتا X بتساوي 4 متر وعندي دلتا X بتساوي 2 متر هون كانت القوة ثابتة F هاي constant بالتالي F X ما لها كانت عندي ثابتة اللي هي 5 نيوتن هون القوة اللي بتأثر على الجسم هون كانت variable متغيرة فكانت FX ما لها تتغير من 5 لزير طيب لو جيت عملت علاقة بيانية لتغير القوة مع الإزاحة أخط على محور الصادات FX FX وعلى محور السينات X كيف رح أرسم هاي نشوف بداية الحركة لما X كانت تساوي 0 هاي 0 نقسم هاي مثلا 1 2 3 4 5 6 هاي 1 2 3 4 5 6 اللي هي كامل حركة الجسم القوة FX مثلا نقسم ها 1 2 3 4 5 6 الاخير هنا بلنيوتن وحدتها بلنيوتن لما كان الجسم عند X بتساوي 0 كم كانت القوة FX عنده 5 نيوتن 1 2 3 4 5 هنا كم استمرت من X 0 إلى X 4 هاي الأربعة هاي يعني إلى 1 هنا ما لها هاي القوة هاي القوة كانت ثابتة هاي عند 1 5 نيوتن عند 2 5 نيوتن عند 3 5 نيوتن إلى آخر إلى 1 4 5 نيوتن لما وصل الجسم عند 4 متر صارت القوة هاي المؤثر الكلية متغيرة فبالتالي تغيرت مع هالمركب الصيني صارت تنتقل من 5 إلى 0 فلحد ما وصل الجسم عند X بتساوي 6 متر يعني صارت تتناقص هاي القوة كأنه هون مثلا صار الجزء عسبي للمثال يعني كأنه تقريبيا صار هون في عندي مثلا احتكاك صار تتأثر القوة هاي تتغير 6 متر لاحظوا صارت ناقص من 5 لحد ما وصلت كام 0 لأن القوة هون صارت بتساوي 0 لحد ما وصل الجسم 6 متر طيب شايفين هاي العلاقة البيانية بين القوة الصينية مركبة القوة الكلي اللي هي FX مع الموضع X فرضا مطلوب مني انه كم الشغل اللي بوذل بفعل هاي القوة على الجسم من X بتساوي 0 لX بتساوي 6 يعني الشغل مطلوب مني الشغل من X بتساوي 0 X بتساوي 6 لمنطقة الجسم من 0 متر ل6 متر من 0 متر ل6 متر طيب اول شي بسأل حالي هل من 0 لل6 بالكامل هل كانت القوة عندي ثابتة ولا متغيرة لا القوة عندي كانت متغيرة مش ثابتة طيب اذا كانت على الصيغة اللي بعرفها عن القوة المتغيرة اللي هي التكامل من X initial لX final FX DX تمام لكن انا عشان اعمل تكامل انا بحاجة معرفة ايش اقتران القوة FX طيب هل اقتران القوة FX معطمعي هل معطمعي لكن شو معطمعي معطمعي شكل بياني بين FX طيب انا بعرف اصلا كمان انه تكامل هو عبارة عن ايش رياضيا عن المساحة اسفل المنحنة اسفل المنحنة مين المتغيرين اللي عندي اللي هم FX وDX فبالتالي حتى اوجد الشغل بشوف الشكل اللي عندي هل الشكل من الاشكال المنتظمة ممكن ايجاد مزاحته اقسم لجزئين اسهل شي هون بقسم لجزئين هاي عندي هون مستطيل هاي عندي هون مثلث بوجد الشغل هون بسميه W1 والشغل هون W2 اللي هي المساحة اسفل المنحنة هذا والمساحة اسفل المنحنة هذا وبجمعهم فبصير عندي الشغل الكل هال W كوني ما بعرف في الاقتران FX هو عبارة عن W1 زائد W2 W1 يعني من وين هذ من X بتساوي من 0 لحد كم لأربعة وW2 من وين من أربعة لحد 6 طيب فبالتالي بصير عندي الشغل الكل W W1 اللي عندي هون اللي هو المساحة اسفل المنحنة اللي موجود عندي من هون لهون طيب هذا شو عبارة عن مستطيل اللي هو عندي طول في العرض يعني عندي أربعة في خمسة أربعة ضرب خمسة عشرين زاد المساحة W2 اللي هي ايش عندي هون الشكل عبارة عن مثلث اللي هو نصف القاعدة في الارتفاع طيب نصف القاعدة القاعدة كم من أربعة على ستة ثنين نصف كم واحد واحد في الارتفاع كم خمسة فبصير عشرين زاد خمسة واللي هو رح يساوي عندي خمسة وعشرين جون فلاحظوا كيف أنا لما بكون عندي القوة متغيرة خلال الإزاحة كاملة وأنا مش عارف الإقتران شو شكله عشان أعمل له التكامل يعني الـ FVX مش ماطق معي كإقتران مثلا X تربيع زاد ثنين أو X تربيع زاد ثلاث وإلى آخره فبل جاء لإيش لا وكان عندي في رسم بياني بين القوة والإزاحة بل جاء للرسم البياني هذا وبوجد المساحة أسفل المنحنة واللي هي أصلا رياضية معروف أن التكامل لا اختران مبروك في متغير هو عبارة عن المساحة أسفل المنحنة للمتغيرين هذول اللي هم FX مع X لحد هون منكون درسنا الـ Work and Energy الشغل والطاقة علاقتهم مع بعض لسه ما أخذناها بشكلها الكامل ولكن شفنا الشغل كيف بنوجده من خلال معرفتنا للقوة المؤثرة على الجسم والإزاحة اللي بعملها الجسم وحكينا أن الصيغة العامة بنفترض فيها أن القوة متغيرة إذا كانت القوة ثابتة بتخرج خارج التكامل إذا كانت الإزاحة اللي بعملها الجسم بـ 3 ديمينشن بنستخدم الدلتا R إذا كان الجسم بعمل بـ 1 ديمينشن واخترنا الـ 1 ديمينشن لسهولة محور الصينات أو كان الجسم بتحرك معنا وفقيا فبصير هي عبارة عن الـ x وبصير من x initial لx final والـ fx dx بس لا تنسوا أهم شيء أنه fx هي عبارة عن مركبة من القوة باتجاه x يعني fx هي فعليا عبارة عن f cosine theta على اعتبار أنه f مش باتجاه محور الصينات بالكامل لكن إذا كانت f هي كلها باتجاه محور الصينات فبصير أصلا الزاوية theta شو بتساوي 0 فبتصير هي الأث هي نفسها fx والأمثل اللي أخذناها إن شاء الله بتكون كافية لتوضيح مفهوم الشغل لحد الآن رح نوخذ التطبيق المحاضرة الجاي والتسجيل الجاي على موضوع القوة المتغيرة غير عن الشكل هذا اللي أخذناه هون رح نوخذ عن قوة الزنبرك قوة الزنبرك spring هي قوة متغيرة كل ما بنسحب لما يكون اننا الزنبرك مثلا مثلا مثلي مثبت منها النقطة وهذه النقطة طرف حر لما أنا باجي أسحب الزنبرك بهذا الاتجاه طرفه بمسك وبسحب هذا الاتجاه عمليا لو تجربوها أو أكيد جربتوها وبتلاحظ أنه لما تسحب الزنبرك بالبداية عملية السحب سهل كل ما تسحب الزنبرك أكثر كل ما بكون فيه ممانعة أكثر فبالتالي القوة اللي انت بتحتاجها حتى تبذلها لسحب طرف الزنبرك بتكون قوة مش ثابتة متغيرة بالمقدار بتبلش بمقدار قليل بعدين شو بصير بهاي القوة بتزيد والزنبرك هو نفسه كمان بكون في قوة بنسميها قوة اعادة يعني احنا بنأثر عليه بهذا الاتجاه بقوة سحب وبكون فيه قوة اعادة بهذا الاتجاه بتحاول ترجع الزنبرك لوضع الاتزام قوة الاعادة كمان هاي بتبلش بقيمة قليلة وكل ما بسحب الزنبرك اكثر بتصير تزيد هاي القوة قوة الممانعة بالزنبرك او ريسترنج فورس بنسميها قوة الاعادة اللي بدها ترجع الزنبرك لوضع الاتزام بتصير هاي القوة كمان تزيد كل ما بزيد F بتزيد F هذا التطبيق على رح ناخذ التسجيل الجاي على القوة المتغيرة ونوجد الشغل شغل القوة وشغل قوة الزنبرك كمان ريسترنج فورس نشوف كيف هاي القوة بتتغير يعطيكو العافية